حكايتنا النهاردة عن الفنانة الكبيرة ميمي شكيب وتهمها في عضية أداب قبرى وكان المقصود بها رئيس من رئاساء الدول العربية ومين اللي قتل ميمي شكيب وليه القضية تقريدت ضد مجهول لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية آمينة شكيب من أصل شركاسي اتولدت يوم 25 ديسمبر عام 1913 كان لها أخت أكبر منها بأربع سنوات وكان اسمها زينب شكيب اللي تعرفت فيما بعد باسم الفنانة زوزوف شكيب اتولدوا هما الاثنين لأسرة أورستقراطية أبوها كان مأمور اسم حلوان وجدها كان ضابط في الجيش أيام الحديوي إسماعيل وكانت أمها من أسرة أورستقراطية بتكلم حمس أو ستة لغات والدتها كان بتكلم تركي وإيطالي وألماني ويوناني